بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد طالب أحمد صالح مسلم طالب كلية صيدة السببية جامعة جامعة بن حيانة الطبية لأن وسلم بكم طلاب كلية الصيدة للمرحلة الثالثة وصلنا إلىكم الملزمة والفوليك أسيد أنتاغونيست واليورينار تراكت انتسابتك طبعا أنه هذنه مو ثلاثة شابتر على الطبق هو شابتر واحد بس يعني هنه موجودة هذنه ثلاث أصناف بهن واقع الحال يعني هو أصلا يعني شابتر متناول الأدوية اللي كانت أو يعني هنه أكثر شي فعالات ضد اليو تي آي اللي هنه اليورينار تراكت انفكشن مثل ما اتفقنا كوش يسمى يو تي آي اللي هو يورينار تراكت انفكشن التلابات المسالك البولية وكوش يسمى الار تي آي الار تي آي اللي هو رسبايرت رتراكت انفكشن الآن إحنا نشغل مع الو تي آي رح ناخد أنه شنه أكثر يعني من من أكثر عوائل أدوية اللي يستعملوها لليو تي آي زين بالإضافة إلى أنه ناخذ الانتسيبتك ما اللي يورينار تراكت انفكشن زين إحنا عدنا عائلة الكوينولين الكوينولينز أول شي رح ناخذها أو ما يسموها بالفلورو كوينولون ماشي بالبداية ليش سموهاتش أول شي خلنعرف إحنا عدنا درسنا بالمرحلة الثانية الكورس الثاني وكان عدنا وزاري هماتين السنة الماضية إن شان عدنا موضوع الهتراسايكل بالعضوية كيميا البعضوية زين واخدنا استراكتر مالكوينولين مقبوط استراكتر مالكوينولين كان كالعاتي هذا مثل ما تشوفي قيلك جيناريك فلورو كوينولون هذا اللي هو استراكتر مالفلورو كوينولون زين بالبداية أول دوك تشفوه من هاي العائلة اللي هو النالديكسك أسد ما كان بي فلور هنانا زين فلور ماكو زين كام بس هاي حلقة يعني كوينولون هنان عدنك زين حلقة شبهة بالكوينولون هاي عدنين زين هنا مجموعة مثليات ثل وهنانا OH وانا SCP وهذا النالديكسك أسد هذا الجيال الأول من الكوينولون زين بعدين شكوا 5 دوه انتواله زين شكوا جيناريشين شكوا جيل ايجا بعادة الكوينولين أو اللي هو الص بخاريت الفلورو كوينولون سموهم بالفلورو كوينولون فلورو كوينو لون لين ذني كل هن الجايات ورا هذة حطون هن مجموعة الفلور زين يعني شاكو جينريشن شاكو جيل جديد من عائلة الكوينو لونز زين حاطيلي الفلور زين هاي الفلور زين انطت اسمها يعني يسموهن فلورو كوينو لون ماشي بقى هالسليش يعني اكيد يعني شافوا انه هذا من ناحل مثلا كاينتيك الهالف لايف مالتي كذا فقال لك ياب احنا من شفنا الفلور شفنا انه جاي انطينا كفارماكو كاينتيك افكت يعني عالي ممكن زود لي الامتصاص ممكن زود لي مالتي بالميتابولوزم الاكسكريشن مالتي انا ارته مثلا كذا مكان يبوحل بكذا مكان زين بالاضافة الى انه زود لي من الهالف لايف يعني ات اغلب التغييرات بالادوية وبالستركشرة الادوية هي في سبيل يا اما اتلاعب بالفارماكو كاينتيك يا ما بدي هالف لايف يا اما انه اريد يكون يعني الاسيلكتيف اتمال تكافارماكو ديناميكي يعني يكون سيلكتيف المكان معين او الفدنوع معين زين هسا فهم نحن الستركشرة العام مثل ماذا تشوف كل هن بيهن مجموعة الكوينولون او الكوينولين زين هاي الكوينولين كوينولين كوينولين وكل هن عدى النالدكسك اسيد كل هن بيهن فلور زين في الاذالك يسموهن فلور وكوينولون فكل هن ينتهم بالمقطع فلوكزاسين ماشي واني بيهن لك يمسوي لك ملخص يعني مختصر لك الموضوع عنه للدوخ نيجي مثل ماذا نشوف ان الفلور وكوينولون يابا انه هي ديسكوور اوف كوينولون انتي مايكروبيول ليتو ديولوكمنت اوف نيومورس كامباوند قيلك احنا لمو اكتشفنا الكوينولون الافعالية كانتي مايكروبيول اه دراج زين سونا تطويرات على المركبات مالته الى ان وصلنا الى شنو وصلنا الى الجنريشنات الباقية مال الفلور وكوينولون اول جنريشن اللي هو النالدكسك اسيد اللي هو هذا مثل ما يشوفها النالدكسك اسيد هذا اول واحد اكتشف بالعائلة اللي هو البروتو تايب ماليتم سنة 1960 بعدين قاموا يسون موديفكيشن على الكوينولون ضيفو لها وجيب وودي وحوط على موت شنو يا اما قلت لك اتلعب الفاما كوكانتك يا اما اخلي الدراج يعني ستيبل ضد الريزستنس مال البكترية زيان فبسبب انه هاي الانهانسمنت اللي سوينا هني الكوينولون قلنا انه شفنا انه بهاي الحالة نقدر نجيب يعني جنريشنات ثانية من النالدكسك اسيد اللي هو هذا نتلاعب بالستركتر وننتج جنريشنات ثانية مثل ما تشوف هاي الجنريشنات اللي تم انتاجه زيان لاحقا زيان يقلك زيان يقلك هنا واقع الحال سواء على مدعاجون اليو تي اي اللي هنا يورنرترك انفكشن تابات مسالك البوية من النالدكسك اسيد زي بس النالدكسك اسيد بعد ما حد يستعمله زيان لان اكو جنريشنات احدث من عدة وافضل من عنده و اكثر من عنده بس يعني سبسيفي في قام يستعملون همه كانوا يستعملوهن لل يو تي اي ويستعملوهن اكثر شيء للغرام نيجتف بكتريا يقلك انفورتشنت الاستخدام مستمر زيان رزالت ان رايزن غرييتس رزستنس ان غرام نيجتف وغرام بوزيتف او افغانيزم يقلك بسبب استعمال الفترات طويلة زيان خلاها من فتحاميون ستين الى يومك هذا صارك رزيستنس جدا قوي من ناحة الـ Gram-negative Species والـ Gram-Positive Organisms ماشي يعني كل النوع من البكتريا سواء تشانت Gram-negative أو Gram-Positive غالبا تلقي عدها رزيستنس لفلوراكوينولون زين Increase the frequency of Clostridium Deficial Infection وحنا أكثر من مارشة وحنا شين Clostridium Deficial اللي هو Super Infection اللي يصير بلا معاه بسبب أخذ Antibiotic لفترات طويلة رح يكتل النورمال الفلورا تبقى هاي هي هم نورمال الفلورا بس إذا بقت واحد هي تتحول من نورمال إلى أب نورمال يعني صميم بكتريا حميدة إلى بكتريا ضارة وتسوي للمشاكل بلا معاه فيقلك نيابة الفلوراكوينولون تسوي لي هواية مشاكل من ضمنها إنه تزود خطر الحدوث أو خطر الإصابة بالـ Clostridium Deficial Super Infection لأنها تكتل النورمال الفلورا زين ورح تبقي بس هذا حال حال مثلا قلنا التتراسايكلين وغيرها من الأنتيبايتك مثل كلندامايسين وغيرها يعني ماشي قبل لنبلش دا تشوف هذا الحجة الحجة هنا الفلوراكوينولون دائما ما يستعمل كخيار أول هاي يخذها بقعدة بالك والمستقبل من تفتح صيدلية أو تشتغله بصيدلية وتشوف عائلة الفلوراكوينولون موجودة انتبايتك سيعني هذا اعتبرهن لو خيار ثاني لو خيار ثالث يعني إلا إذا انقطعت السبل بيك يا الله تستخدمهن زين ليش لن أدفر سفيت مالة قويات وصبح ناخدهن إن شاء الله بالملخص ماشي؟ فذني دائما خليهن من بعد يجن أول شي انت من تجيك إصابة زين؟ يعني إصابة مايكروبية زين الالتهاب أو شيء أول شيء تفكر بعائلة البنسلين ماشي؟ إذا الإنسان مثل عند المقابل مثل البنسلين مفاده ياخذ بنسلين مفاده تحاول على السيفالسبورينز مفاده تحاول على ماكرولايد مفاده تحاول على الأمانوكلايكوساد مفاده تحاول على التتراساكلين مفاده يالله تحاول على الفلوركوينولون أو مثلا يجيك واحد يقوله كان عدي حساسيه للبنسلين فأنت شنو لا تطيب بنسلين ولا سيفالسبورين ليش لأن اثنين هاتين بيتالاكتام فأول شي تفكر بي شنوه تفكر مثلا بالأزتريونام ماشي؟ أو لا ممكن تنطيع موانوكلايكوسايد أو ماكرولايد ماكرولاكتونرينج اللي هنا أورثرمويسين وجماعته ماشي؟ يالله تفكر بالفلوركوينولون فالفلوركوينولون دائما ما تكون ساكن choice مخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص تكريمًا لهاي ذرة الفلور اللي حطيناها زيًا وفادتنا هواية من ناحية Pharmacocyanate ومن ناحية Pharmacodynamic effect ماشي؟ ها بالنسبة للفلور أكوين ولون بعدين الباقيات بهاي التشابتر أيضًا راح ناخذ الـ Anti-Folyte اللي هنه السلفونامايد بعدين التراميثيبريم بعدين الـ Combination مالتهم بعدين آخر بشي اللي هنه دويات اثنين الميثان أمين والـ Nitro-Furination اللي هنه يعتبرها Antiseptic للـ Urinary Tract بعدين احنا ناخذ بنهاية التشابتر بس احنا اكتف شي ساحنا ناخذ شنو الفلور أكوين شلون يشتغل مذن الـ الادوي من الفلور أكوين ولون كالعباتي ما بيهن شي احنا نعرف احنا نعدنا بالنواة حتى بالإنسان اكو انزيمات داخل النواة اللي يتفيدنا بعملية الـ DNA replication اللي يتضاعف من الـ DNA مالتنا ماشي؟ بالبكتريها من نفس التفتيب اكو انزيمات اسمت Topo Isomerases ذني Topo Isomerases اكو أربع انواع تايب 1 و تايب 2 و تايب 3 و تايب 4 زيان؟ هذان طبعا مهمات احنا نركز على اهم نوعين بهن اللي هو التايب 2 ماشي؟ والتيب 4 زيان؟ التايب 2 يسمو DNA Guirase والتيب 4 هو قبل Topo Isomerase و تايب 4 ذني بالبكتريا ايضا موجودات يفيد امتضاعف الـ DNA مالبكتريا زيان؟ الادوية هاي رح تروح تثبت هاي الانزيمين زيان بالبدائق خنشوف اختصارا لهذا الحجة كله انو انا بدان اشوفا شنو اللي رح تسوي هاي الادوية يعني واذا اغطبت هاي الانزيمين بداية خنشوف هاي الانزيمين شي يسون اصلا انا حاطلكم هاي الصورة زيان؟ شوف اتا عندك هاي شوف الـ DNA رح يكون هاي شي ملفوف كالعادة يعني يكون ملفوف متكعور داع مدار روح انا متعرف رب العالمين خلى يعني الـ DNA تبشرية شبير يعني بالامتار طولة داخل كل خلية فما بالك كل خلايا الجسم فهذا ياخذ مساحة فرب العالمين يعني انو خلى الـ DNA ايد كعور يصير كولويد يعني يتشيل تفف وادار مدار روحه وانو متشنو ما ياخذ مساحة هواي ماشي؟ فهاي الكعورة انا ما اقدر اجي اقرأ الشفرات الوراثية واستنسخ الـ DNA زيان؟ اذا يبقى مكعور لازم افصلها واخلي كل شريطين واحد وامور طيبة زيان؟ عدة انزيمات اتشتغل سان ما وددوقكم بيته المفوض ما اخذيها بالبويو كيميستر اذا ما اخذيها ان شاء الله ستاخذوها بهالكورس بالبويو كيميستر ان شاء الله مزين؟ واحدة من هاين يزيمات التوبويزوموريز الـ 4 نوع طبعا انا نركز على النوعين ما لاثنين النوع الثاني الـ Taupo-Eyzomerase Type 2 الـ DNA Gyrase و النوع البابح هو اسمه topويزوموريز IV يعني 4 الاول والثالث ما نكون دخل بي بس احنا دمحكة بس الثاني ولا بابع شوف الثاني شي سوى هذا وظيفة يسوى Uncoiling زيان هادي اكو Super Coil ما الـ DNA هذا ملفوف Super Coil يعني متكعور داع مدار روحة زيان شون الخيوط اللي يتكعورن يجي هذا الكاب تشي يسوي يخلي بهذا الشكل يفك الكعب ورماته يخلي شنو يخليه بهذا الشكل الدائولي مثل ما يقولون اللي اللي هو يكون بكتيريا الكروموسومتش بهذا الشكل النظامي هذا الـ Type 2 بعدين سيصار التضاعف ورح يجاي الكروموسومين ايه شي اسمه يضاعفان ويبترطن فيما بينهين يجي توب ويزوموريز رقم اربعة شي يسوي يفك هذا يسوي Separation للدوتر كروموسوم علامه شنو انه يبترطن ماربت اللوخ انه يكون من كل DNA من كل نسخة يبترطن سويه وطريق طويل الان يسوي انه نسخة مع DNA يتفيدني بتصنيع البروتين ماشي؟ الدويات هاي مع الفلوراكوينولون مثلا ما اخذلك سبروفلوكزاسين هاشي يسوي يشوف حاطلك علامة ناقص يعني يثبت او يوقف عمل الانزيم يوقف عمل الانزيم هذا اللي هو DNA غيريز طوبو ايزوموريز 2 فهذا رح يبقى هيتشي فاذا بقى هيتشي فهذه العملية كلها تتوقف هاي هنا الانزيم هم رح يوقفه فرح يمنع فهماتي مرح ينفصل فاذا مرح ينقر الشفرب فاذا مرح يصرع الدونسخة من الدي اي فاذا ما اقدر اصنع البروتين فبالتالي شوف وقف لك عمل هاذ الانزيم فشنو اثبلي على التضاعف مع الدي اي مال خلية مبدئيا هاذ جي يسمونه يعني بكترية سايدة الانتيباريوتيك ليش لان جايشتغل عالدي اي فاكيد بكترية سايدة وليس بكترية سايدة ماشي؟ يقل لك يابا انو التوبو ايزوموريز مالتنا اللي هو تايب 2 يسموه الدي اي غيريز مهم بالدي اي رابلكيشن والتوبو ايزوموريز 4 ايضا يفيدنا بعملية الدي اي اي رابلكيشن اهنا نقل لك ايزوموريز 4 شوف هاي الدي اي كروموسوم يفصل هن زيان الناتجات من عملية التضاعف يفصل هن كل واحدة على كتر ماشي ويجي هذا الفلوروكينولون يرتبط ويال الانزيم هذا ويوقف عمله ويوقف التضاعف مال الدي اي ماشي؟ هذا كل شيء يسموه بكتريو سايدل بس لابدك تفتهمه هو صنعوه على مود يكتل ال بس تعرف ان كل جنريشن يعني كل جيه الجديد يتصنع من هاي العائلة وحيكون برود سبكترون اكثر مو مثل الجنريشن الاول نحن يقل لك الفلوروكينولون نفس ما قلنا بما انه هو يمنع تصنيع ديان اي فاذا هو شنو بكتريو سايدل زيان اكزبت ايريا اندر ذا كيف من المم انهبيدري كونسنتريشن دبيندنك كالتي يقل لك هاي نمو النفسه احنا الرسم البياني ونشوف انه قد اقل تركيز انه يقدر يكتل بكتريو شفنا انه شنوه انه يعتمد على التركيز شن يعني على التركيز يعني كل ما ازود الدوز كل ما فاليته تزداد نفس من ön نفس الامانوواواواייكوسايد و detectingiv gacteria static اعموا بكتريو سايدل زيان وكل ما تزود الجرعال ته كل ما شنوكل ما راح تكون بكتريو سايدل اكثر يعني انه الايفكت ما التي زود الفلوروكينولون هما بفس الحالة هو بكتريوسايدل زيان هو بالحال تنبكتريو سودل حات له جرعة صغيرة بس بديهيين بما انهو بكتريوسايدل كل ما راح تزود الجرعال كل ما رح يكون تأثيره أقوى وأقوى فهو شنو يعتبر concentration dependent أو dose dependent يعني يعتمد على التركيز ما يعتمد على الوقت ماشي زين يقول لك الآن الموديفكيشن اللي سويتها على الكوينولون نيوكليس اللي هي النواة هذي ما الـ structure مالتهم على هذي خلتني أنه أنا شنو أقدر أجيبا أقدر أزود الأكتفيت ما لتعالى topo isomerase زين يعني أوقفها بالزايد وأكثر زين وبنفس الوقت أزود أو أسرع من عملية أنه اللي هو تمزيق أو اختراق الـ cell wall مع البكترية ماشي These change enhance activity against a variety of pathogenes including aerobic gram negative يسأول شيء أنه يجيب الايروبic gram negative ماشي أول شيء أنه يجيب الايروبic gram negative اللي هنه هنه الهوائيات بس ينه gram negative بعد والـ gram positive ماشي والأتيبكل الأتيبكل يا هنه اللي اتفقنا calm my leg اللي هنه كلامي ديه اللي جيوني اللي مايكو بلازما وغيرهن زين بعد شاكو أنيروب ببالك شاكو أنيروب بكترية ببالك هم يجيبها شاكو بكترية لا هوائية يجيبها زين قلنا أول جيل اللي هو يا هو اللي هو بس النالدكسك أسد هو الجيل الأول أول واحد اكتشف هذا شنو كان يجيب هذا كان يختصر بس على جرام نيكتف فقط فقط يعني جرام نيكتف ويعني هو ما كان كلش قوي يعني هو البايو افلوبلتي ما التقاليلة زين الميتابوليزم ما يصر لميتابوليزم فهو يطلع انشينج باليورين وممكن يأذي الكلة خصوصا الناس اللي اللي هما يعني عندهم أمراض بالكلة أو كلاتهم ضعيفة زين وبالأضافة أنه الهالف لايف ما التقاليل يعني ما يبقى بالجسم هواي فشان مو كل الشي يعني انه هو بوقتها اي اول ما اكتشف اوكي كان فيه شي بس بعدين بتطور العلم لا صار يعني تعبان يعني اكو هواي احسن من عنده فسووا جنريشنات جديدة عدلوا عليه وقاموا ينتج جنريشن 2 و 3 و 4 ماشي اصد جنريشن الاول اللي هو نالدكسك اسيد يقلك هو very north spectrum نرو سبكترم يعني شنو يعني الطيف ما التقال يعني ما يكفر هوي انواع من البكترية بس كان يقدر يجيب الايروبك زين واكثر شي لانتيروبكترية يسي زين فقط ما يجيب شي ثاني زين السكند جنريشن اللي هو الجيل الثاني اللي هو السبروفلوكزازين السبروفلوكزازين لا هذا شنو هذا الabsorption مالتازين الفولوم ديستوريبوشن مالتازين الهالف لايف مالتا احسن من النالدكسك اسيد زين وبالاضافة السبكترم مالتا هم احسن من الجيل الاول فايقلك انه يا ابا هاذا قام يقدر يجيب اننا الانتيروبكترية يسي زين والسيدومونس ارجنوزة وتتعرف السيدومونس ارجنوزة من اغاثي القرام نيكتف بكترية اللي موجودات بعد الهيمة فلس انفلاوونزة يقدر يجيبها اللي هال الهاتش ااي النازيري اللي هي سوي لك غونورية غونكوكل غونورية زين والكلاميدي يقدر يجيبها واللي هيوني اللي ايضا يقدر يجيبها فاذا نقلنا هذا الجيل يجيب تقريبا كل الجرام نغاتيف من ضمنها شنو السيدومونس ايرغنوزا وانت تعرف شكو دي ويجيب السيدومونس ايرغنوزا يعني بح يجيبهن كلهن ليش لان هي اغذ واحدة فيهن زين اغذ واحدة بالنغاتيف ده احتي فالنغاتيف كلهن يجيبهن زين البوزاتيف ما يجيب كلهن وانما يجيب بس الستاف والستاف هم مو كلا بس شم نوع يعني البوزاتيف يعني قليل عليه بس أكثر بشي يجيب النغاتف بالإضافة شي يجيب الكلاميديا ويجيب الليجيونيلا ماشي؟ هذا بالنسبة للسكند جنريشن طبعا هو مو بس السبروفلوكزازين هسا أنا بالملخص كاتب لك يا هنشام واحد زين بس هو المشهور بهم السبروفلوكزازين وكي تسامع بي أنت زين الجيل الثالث اللي هو من الفلوروكوينولون اللي هو الثيرد جنريشن مثاله ليفوفلوكزازين زين هذا لا هذا السبكتر المال تبعد أفضل من الجيل الثاني هذا شفنا أنه شي يجيب ذاكي قلنا أكثر بشي يجيب كل النغاتف من ضمنهن الأيرغنوزة سيدومونس أيرغنوزة والبوزير يجيب بس للسطاف والسطاف هم مو كلهن بس شو مو حدا من عدهن ويجيب الكلاميديا ويجيب الليجيونيلا ماشي ماشي زين الثيرد جنريشن اللي هو ليفوفلوكزازين شي يجيب هذا هذا شفنا الاكتف في تمالته قام يجيب الستريبت ها بالنسبة للشنو بالنسبة للبوزيتوف يجيب الستريبت ويجيب الستريبت الكوكوس نيمونيا زين والماثيسيلين ساسبتبل ستافيل الكوكوس أيريا ركز اكو MSSA باوا اكو MSSA اللي هي Methicilline Susceptible Staphylococcus Area يعني هاي مو Resistance هاي حساسة يعني هذي اللي اذا انطيتها Methicilline مثلا او انطيتها اي انتبال يقدر يكتلها بينما الميرزة الميرزة اللي هي Methicilline Resistance Staphylococcus Area هي انبينة من اسمها Resistance يعني مقاومة للمethicilline Methicilline شنوه هو يعتبر انت Staph Benicilline فاذا شفنا المethicilline بالمختبر انه قدر يكتل الستافيلوكوكوس فنسميها MSSA اذا ما يقدر يكتل يعني هاي الغثيثة اللي مو كل انتباهت كي يكتر يجيبها اللي هي الميرزة بينما عادة شي يقول لك يقول لك هذا يكفر الMSSA مو الميرزة اللي هي الميثيسلين اللي هي الحساسة للميثيسلين بعد الاستينو استريفومونوس مالتوفيلية والمايكوبكتريم هذا ايضا من ضمن الـ بكترية فاذا نفهم الثيرت جنريشين يقدر يجيب شنو يقدر يجيب الـ تقريبا كلهن يعني اقوم هو دائما جيل اقوم من جيل فبما انه هذا يقدر يجيب كل النغاتف فاذا ايضا يجيب كل النغاتف هذا كان يجيب من البوزتف بس واحدة الستاف ومو كل الستاف هذا يجيب كل الستاف عادة الميرزة هاي من تهين منها زين وكل النغاتف كل البوزتف وكل indicative وكل typical يعني من ضمنه المايكوبكتريه والجيونالي يعني هذا اقوى من هذا ماشي زين الجيل الرابع الجيل الرابع اللي هو اقوى الجيل بين زين هذن كلش قويات اللي هنا الموكزفلوكزاسين وجيمفلوكزاسين والديلة手فلوكزاسين زين هذا يجيب positive يعني هذا اقوى من هذن الفوق كلهم يعني شي يجيب اللي عندنا الفوق يقدر يجيب فوقها بعد زيادة يقدر يجيب أيضا البكترية القوية المقاومة زين قلنا يا بأنه هو يجيب كل البوزيتف زين منظمينها الستاف والستريبت زين بعد يقدر يجيب الميرزة هماتين شوفوا الميرزة هاي الغثيثة اللي مو أي واحد يجيبها عم يقدر يجيبها زين يجيب الانتيرو كوكوس فيشيالس زين يجيب البكتريود الفاجلس البيروفوتيلة يعني من الأخير يجيب كل النغاتف ويجيب كل البوزيتف وكل الأتيبيكال ويجيب كل الأنأيروب يعني شكو بكتريا لاهوائية شكو بكتريا جرام بوزيتف شكو بكتريا جرام نغاتف مقاومة ممقاومة قوية ممقاومة شكو بكتريا أتيبيكال شكو أنأيروب هذا بتاع كله هذا بتاع كله فهذا العدوية كلش قويات يعني كلش قويات هذا الجيل اللي هو أقوى جيل بالفلوروكوينولون ماشي ماشي إحنا خلصنا من شنو؟ خلصنا من الاسبكتروم وعنا هذا الدوخ يعني كلهم نسوي لكياب ملخص ويوضح لك كل شي بس يعني إحنا قلنا لازم نشرح لكم المكتوب زين البكتيريا شون تأخذ الريزيستنس من الفلوروكوينولون الريزيستنس زين تقريبا اللي هو يكون يعني يعني مو هو الطرق أوف رزيستنس بس يعني الطرق المشهورة بالإضافة إلى طريقة أنه تستهدف المكان اللي يستهدفه احنا قلنا الفلوروكوينولون شي استهدفن يستهدفن إنزيم التوبو آيزومريز اللي موجود هناك بالنواة توبو آيزومريز آيزومريز ماشي اللي هو تايب 2 و تايب 4 اللي هو القايريز تايب 2 و تايب 4 ماشي فيقل لك ياب احنا يا أما نسوي ميوتايشن بالتوبو آيزومريز يعني أنسوف الطفرة الجينية في التعديل جيني البكتيريا سوى تعديل جيني بالتوبو آيزومي بالإنزيم نفسه يعني تغير مكان اللي بتباط ما للدوه تخليه بعد ما يبتبط أو لا أنه ممكن أقلل الانتر يعني أقلل الدخول ما للدوه من خلال السيلول أو عن طريق الإفلاك السيستيم أنا أطرح الدوه للخارج أو أنه أصنع فد إنزيمات معينة مخصصة أنه تدمر الستركتر ما للدوه تخليه بعد ما يشتغل يعني تقريبا أغلب البرزيستنسي نتغيرها نفس البرزيستنس عند الكل من البنسالين جرها و للأخير هم لو تصنع إنزيم لو تسوي طفر وراثيه وتغير المكان ما لبتباط الدوه لو تقلل الدخول مالت من السيلول لو تطرح للخارج يعني نفس الشي ما كفت شي يختلف في البرزيستنسي مو هل قد نركز عليه إحنا أهم شي عندنا الميكان نزومي فاكشن والسبكترم والثيرابيوت ما شي الميكان نزومي فاكشن إنه يوقف عمل إنزيم توبو ايزوموريس تايب 2 تايب 4 فيوقف تصنيع الدينا فيوقف السوبركور وإلى آخره ماشي والسبكترم استونا أخذناه هاي الصورة أيضا من تقدر توضح وهسا البرزيستنسي مال البكترين نفس ما تتشوف قدامك يأما سوي ميوتايشن بالإنزيم نفسه يأما تقلل الدخول مال الدوه من السيلول يأما تطرح الدوه للخارج إلى دخل يأما تتوفد إنزيم معين أو تصنع إنزيمات مضادة للدوه ماشي ماشي زيان يقل لك الميكانزمات مال البزيستنس ممكن تكون كلات يعني رح يشرح لك هذا يعني أنه أنا أغير أن المكان مال بتباط الدوه يعني البكترية تسوي في الطفرة وراثية بالجينات اللي تصنع هذا الإنزيم اللي هو التوبو أيزوموريز الرابع تحديدا والثاني أيضا اللي هنا هاي الجينات اللي هنا جي واي آر اي والبي اي آر سي هذاني جينات مسؤولات عن شنو إنه تصنع هذا الإنزيم التوبو أيزوموريز 2 اللي هو القايريز والتوبو أيزوموريز 4 البكترية شي سوي سوفها ميوتايشن زيان على موت شنو alter target site يعني تغير من مكان ابتباط الدوه الدوه مثل هذا حنقول هذا الإنزيم ماشي قد فهذا مكان معين يجي يبتبط بي الفلوراكوينولون كل هين كل الأجيال يعني تجي البكترية يشي سوي هذا المكان تسوي لفادي ميوتايشن معين تغيره وتغيره بشكله بحيث لما نيجي الفلوراكوينولون زيان لما نيجي وحيلقى إنه المكان مضغير فما يقدر يبتبط بي فإذن شنو ما رح يسرك أنه ما يعني تمنطي الدوه زيان ليش إذا ما كانت غير ما رح يبتبط فإذن ما يكون فعالية ماشي هاي أول شي ثاني شي decrease accumulation شلون أول شي reduction in membrane permeability يعني تقلل النظوحية مال الغشاء مالتها وإنه ما تخلي عن decrease entry تقلل الدخول مال الدوه للخلية البكترية أو عن طريق effلوكس بومب يعني إنزيم اللي هو يسمو أمانو غلايكوساد أستال ترانسفريز يقل لك إنه هذا الإنزيم نفسه يقدر يكون مضاد للأمانو غلايكوساد أنتو بايتك بنفس الوقت شافوه إنه البكترية منه تصنع حتى لو تضط فلوروكوينولون هم رح تلزم الفلوروكوينولون مثل نقول تدمره زي وتخليه ما يشتغل فهذا مجرد يشرح لك شون جايصر الميكانيزم أوف رزيستنس للبكترية زي تريد تتركز عليه ما تريد تركز عليه بكيف أقصاني يعني قد لك هاي أشياء مو هاي مهمة هنا مثل ما تشوف عندك هنا السبكتر مالتها زي كل البوزيتيف زي وكل النغاتيف كل الأتيبيكال وحتى ممكن إنه نقدر نستعمله بالإصابات مال التي بي اللي هي بكترية سيلرقوي ماكو بكترية متيوبر كالوسس زي خلنشوف الفاما كوكانتك مال هاي الأدوية الفاما كوكانتك قيل لك يا بالفلور كوينولون تكون well absorbed زي يعني كأورال أدمنستريش نمو نمطي عن طريق الأورال زي إنه امتصاصياتها جيد لا بأس بها لطيفة الامتصاصية مالتها وتقريبا تقدر 90% وأكثر من 90% مااشي ممكن 90% إلى 99% 98% هاي الامتصاصية مالت يعني فكلش خوش امتصاص عد هاي الأدوية زي خصوصا الليفوفلوكزاسين والموكزفلوكزاسين يكون تقريبا 90% وتعرف بايو ذكرك بيها اللي هي نسبة الدواء اللي وصلت للدم زي يعني مثلا أنا نطيت 100 ملغرام زي 100 ملغرام من دواء معين شفت منها بس 50 ملغرام وصل للدم فإذا نقول يا أبي إنه نص الدواء نسبة 50% من الدواء وصلت للدم فإذا شون البايفولول اتمالت 50% بينما هذا مثلا يقلك 90% أكثر من 90% يعني هذا إذا نطيت 100 ملغرام من الموكزفلوكزازين أو غيرها من الفلوروكوينولون زي أنا أشوف 90 ملغرام وأكثر من 90 ملغرام توصل بالدم زي يعني بس 10 ملغرام تروح بالميتابولوزم فالبايفولول تماتها كلش عالية والامتصاصة كلش عالية زي نفي سالفة التتراساكنين الشي رحت لكم إياها إنه هاي التتراساكنين قلنا لا تأخذوا يعيدوا ويحتووا أيونات مثل كاليسيوم حديث زينك هاي الأمور هذا نفس الحالة بالضبط ليش لأنه رح يسوي النفت شي اسمه كيلات كومبلكسيشن زي أنه يرتبطوا يسوفد معقد ورح يطلعوا يالخروج ما يمتص من خلال الأمعاء نفس ما حتشينا بالتتراساكنين نحتيه هنا أنه يتأثر إذا أكفض أيون عدد تأكسد مالتاثنائي أو ثلاثي مثل الآيرون الزينك الألمنيوم الماغنيسيوم أدوية الأنتاس المفادات الحموضة بها ماغنيسيوم وبيها ألمنيوم زي الكاليسيوم لا تأخذوا ويهاي الأدوية ليش لأن الفلوراكوينولون رح يسوي كيلات كومبلكسيشن وياهين ويقلل لأبزوربشن مالتا ماشي ماشي نفس التتراساكنين بالضبط كاليسيوم نفس الحديثي اللي حكيينا زي هنانا حاطلك صورة يقلك إنو السيبرو فلوكزازين والديلا فلوكزازين جمي فلوكزازين ليفو فلوكزازين كل هن موجودات بالصيدليات كأكسول يعني كأورل فورميلات زي عدنا هذن الأربعة هذن الأربعة يكون الموجودات أيضا بالإضافة للأورو موجودات كأي في إنجكش يعني حقنا وريدية اللي هن السيبرو فلوكزازين والديلافلوكزازين والليفوفلوكزازين والموكزفلوكزازين ماشي يعني من الجيل الثاني وفوق ويطلع عن انشينج انيورن يعني شو انشينج يعني نفسه ميلغ استراكت شرمالاتهن ما بيتغير يعني نفسه أنا انطيثه نفسه بلعته نفسه يطلع عن طريق الإدرار ماشي فإذن هو جدا فعال بحالة اليوتي آي اللي هنا اليورن روتراكت انفكشن للتهابات المسالي كالبولية زيان هنا انا اوضح لك هذا الرسم البياني ايقل لك يابا مثلا انا سبروكزازين 500 ملغرام نومن انطيها ويا الووتر زيان اشوف انو يابا تبكيزه بالدم يعني امتصاصيته عالي يعني وصل للدم هواي زيان بينما اذا انطيته ويا الحليب لا شوفي قل نسبتها تقل اذا انطيته مثلا ويا اليوغرط اللي هنو الروبوين والزبادي نسبتها تقل في يقل لك انا ويا الاكل ما ااخذ من اخذها اشربو اياه مية هواي زيان الافضل ناخذ يا اما قبل الاكل بساعتين يا اما اوار الاكل باربع ساعات ولازم اشربو اياه مية هواي كل شو هواي عالمود شنو عالمود يمتصب سرعة ها بالنسبة لل اول شيء بالفعام نجي لل ديستربيوشن ديستربيوشن الفولم اف ديستربيوشن مالتا تقريبا يكون هم لطيف وعالي نسبيا زيان ويرتبط بالبلازما بروتين اللي هنشنن الالبومين وما البومين بنسبة 20 الى 84% تقريبا فنسبةها كلش عالية الفلوراكوينولون ديستربيوشن 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 يعني هذا يوصل لكل انسجة الجسم بدون استثناء الموكزفلوكزازين الموكزفلوكزازين هذا الطرح مالته هو الوحيد من بين كل هاية الوحيد انه ينطرح مو عن طريق اليورن عن طريق GIT زين والبقية كلن عن طريق اليورن زين فيقل لك ان هذين الادوية يتركزن اكثر شي بالعظام زين وبالكارتليج بالغذاريف ايضا بالاضافة انه يتركزن باليورن بالإدرار بالكيدني بالبروستات حتى للبروستات يوصلن زين بنفس الوقت ايضا يوصلن لللنج يعني يوصلن كل انسجة الجسم لليش لان ديستربيوشن ما لاتن كلش عالي ماشي يعني يوصلن للسي ان اس يعني يعبرنا بلد برين باريور ماشي يعبرنا بلد برين باريور بنسبة عالية فيفيدنا بحالات السي ان اس انفكشن يعني هاني لما نكون عندي اصابة بالسي ان اس مثل ملنجايتس وغيرها ومثلا جربتوا عدت ادوى وما فاد زيان قطعا الفلوروكوينولون رح يكون الهب المرصاد ليش لان لان المدستربيوشن ما تكون عالي يعبر السي ان اس وهو اصلا جدا قوي زيان بغض النظر عن السايد افكت هو اصلا قوي كلش فاي انفكشن ما سي ان اس اذا اجرب اي دوة ثاني مثل السيفال وغير هين واشوف انه ما فادني اشتركة بينه وبين منه بينه وبين الماكرولايد انتبيوتك بالماكرولايد اللي هنا اريثروماسين ازاثروماسين وجماعتهن قلنا هذان يتركزن بالماكروفيج بالPMNS اللي هنا البلاعم الكبير الخلائي المناعية اللي تفتر اللي الدوريات مال الشرطة تفتر وين تفتر بالدم زيان اذا اخل يطب الماكرولايد زيان وهي تشيلة تودين مكان الفلوروكوينولون هنهم نفس الشي زيان نفس الترتيب هم يقل لك تتركز او تتراكم بالماكروفيج بالبوليمورفون نيوكليور ليكوسايت اللي هنا كوريات الدم البيض فلذلك انه هي الفلوروكوينولون جدا فعالات ضد الاتريكالبكتري مثل الكلاميديا والماكوبكتري والليستيريا وغيرها ليش لانذين يكون انتراسيلولر يعني شنو نفس سالفة الفيروسات يعني هاي الخلية مع الانسان مالتي زيان هذني الحبشكلات اللي هن الاتريكال يطبن للداخل يعني مول الخارج طبن داخل الخلية نفس الميكانيزم الفيروس انفكشن الفيروس هم يطب داخل الخلية مع الانسان ويسوي ملاعيب العيد لان كلهن ويستنسخ روحها الى ان تتمزق الخلية هذني نفس الشي فاذلك سموهن اتيبيكل زيان فيقل لك انو هاذ الفلوروكوينولون جدا فعاض دين ليش لان الخلية المناعية تلزمة تبلعب داخلهن وتروح تودي المكان للاصابع انا متسهل المهم يعني مثل التاكسي ماشي ها بالنسبة للدستريبيوشن الاليمنيشن ماالتي يقل لك تقريبا 3-4 او 90% من هذني الفلوروكوينولون ذني طبعا 90% الانواع مو النسبة ماالدو لا هن الجنريشينات كلين تقريبا اكسيكريتد ان يورن يعني عن طريق الكلية عدا الموكزفلوكزازين الموكزفلوكزازين هاي سرح اعشر لك بغير لون الموكزفلوكزازين هاذ يصر لها متابولزم بالليفر والاكسيكريشن مالتي شنو اكسيكريشن مالتي اكثر شي عن طريق شنو عن طريق الليفر ليش لان يعني انه يعني الموليكيو المالتي يحتاج لها متابولزم قوي زين والميتابولزم ممكن يمر في فيس تو والفليسو اللي جقلنا اغلب الفيس تو اغلب الادوية اللي يمرهم بالفيس تو ميتابولزم يكون طرحن عن طريق البيل اللي هو عن طريق جي اي تي فالموكزفلوكزازين تنطبخ عليها القاعدة يقلك انه قليل كلش قليل انه ينطرح عن طريق الرينال فاني اقدر استعمله للناس اللي عندهم رينال امبرمنت يعني اي واحد انجبارة استعمله فلوروكوينولون ماشي اخلي ببالي انه هذا البيشنت من ضمن الاسئلة اللي علمتكم عليها اللي لازم تسألها انه الكبد مالت سالم ما بي شي كلاتها ما بي شي عدام تسبروا فلوكزازين اكثر واحد يستعمل زين اول شي اصي لقل لكلاتك بي شي اذا بيها شي زين فاني ما استعمل لأي واحد الا الموجز فلوكزازين ليش لان كلاتها تعبانة فاني ما اريد اقذيها فبالتالي شي سوي انه ما انطيف الدور ينطرح عن طريق الكلية انطيف الدور ينطرح عن طريق جي اي تي من هو انطرح عن طريق جي اي تي اللي هو الموجز فلوكزازين زين اذا اقالي لا والله كلاتي سليمة ما بيها شي اقدر انطيع اي واحد من هاي الاجيال اللي خذناها زين اه اه احسا خلصنا من الاليمنيشن والكسيكبيشن من متاوزم اذا نكون نخلصنا من هين نجي للأدفرس ري اكشن اللي هنا الادفرس افكت زين الادفرس افكت انجنرال اللي مقبولات يعني صح انها قويات بس انه انا اقدر انطيهن للبيشن يعني ما يحتاج انا اضل انطي البيشن لازم احطه تحت الرقابة والعنان المركزة هل هذا الدو اضر الو لا مو لها الدرجة يعني هو صح قويات بس مو لها الدرجة زين انا اقدر انطيهن الانسان يعني يقول لي او حاخذ انه يأكل البيت وابلع كذا كذا يعني ما يحتاج الا بالمستشفى ماشي بس شنو الادفرس افكت مالتي للاستعمال الطويل او بعض الناس ان تكون جدا قوية شنو الكمون الادفرس افكت مالي الفلوروكوينولون يقول لك يا با اول شي عندك نوزي وومتين هاي معروفات بغلب انوها الادوية مو بس الانتيبويتك اغلب ان 3-4 الادوية لازم نصب بها نوزي فهمتي اللي هو التقيي وقلع بها النفس زين هدك صداع دزنس دوخ دوار هذان المشهورات يعني بس الخطرات جدا والمميزات جدا زين اللي هنا الاتيات اول شي احنا نخاف من التندنايتس التندنايتس هاي الادوية وخصوصا السيبروفلوكزازين بميكانيزم يعني لحد الان ما ما يعرفون شلون زين بس شافوا انه غواية بيشينت لما نطيهم سيبروفلوكزازين او اي فلوروكوينولون يصير عندهم قطع بالاوتار زين الاوتار شن وتار تتعوف اكو شي اسم تندن اكو شي اسم شن لقمنت لقمنت اربطة والتندن الاوتار الاربطة الليجمنت تربط عظم وبعضلة يعني العظام تربطهم بالعضلات هذا الليجمنت التندن تربط عضلة وبعضلة فالتندن رح يصير بالتهاب شنو شون يصير الاتهاب لان هو رح ينقطع هذا الدوع يروح للتندن يسوي الربتشر يمزق للتندن فيصير التهاب خصوصا يا تندن اللي هو اخليص تندن اللي هو يكون الرجل مالتك تشوف رجلك هذا الوتر اللي يكون خلف القدم مالتك زين هذي يسمو اخليص تندن هذا اكتب شي صعب به هاي الحالة بالناس اللي يستعمل فلوروكوين فلذلك الرياضيين نهائيا ما ينطوم فلوروكوين خصوصا الواعي بالطوبة ليش لان هذا اذا ودع الملاعب هذا بعد بعد يبوح للسيان فأكيد وحيسوي للسيان افكت مثل شنو حالوصني هلوس انكزايتين زومانيا اراق انعدام شهية كونفيوجين توتر او عدم تركيز ممكن في بعض حالات من الصراع وإلى آخر هو العياذ بالله زين ف بايشن تايكين فلوروكوين لون ار ات ريكس فور فور توكسيسي يقل لك البيشن اللي ياخذون الفلوروكوين لون يكون خطر اصابتهم بالفوتوكسيسي جدا عالي خصوصا اذا طلعوا بالشمس الفوتوكسيسي اللي حساسية من الضو تصير ايضا بالتتراساكلين هاي الموضع اللي ياخذون تتراساكلين واحدة من الادوربس افكت للفوتوكسيسي نوم تطلع بالشمس ايضا ممكن جلدك ينهر وتودع الملاعب زين فاي سمو فوتوكسيسي اللي هي حساسية من الضو الناس اللي يستعمل الفلوروكوين اللي يطلعون بالشمس لازم يحطون واقع الشمس لي ايش واقع الشمس انا مودي منعون او يقلل من التعرض لل يوفي اللي 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 اشعة فوقل بنفسجي اللي جاتجين من الشمس اريثروباثي بما انو قلت لك انا شنو انو هاي الادوية توصل عالي كلش فايذا توصل للعظام وتوصل حتى للغضاريف فايذا شو سوي لك اللي سوي لك اريثروباثي ايضا اللي هو التهابات بالمفاصل زين بس اكتر شي هاي شافوا وين بالاطفال فهذا نوع من الادوية جدا خطر للحوامل وجدا خطر للأم المرضعة زين نهائيا ما ننطيهن فلوروكوينولون ليش لأن الطفل يودع الملاعب يوما يصبح عدا التهاب بالمفاصل مالته يا أما شنو يوما يصبح عدا قطع بالأوتار مالته خصوصا أوتار الرجل مالته ماشي انا ادري صعبات بس شنو انا مسوليك بملخص يختصر لك هاي الهوس وكل عبالك خلصنا بعد نما خلصناك هاي ادوية قلت لك مهينات كلش قويات يعني احنا الادوية القوية اللي يجيب بتاع كله فأكيد لازم بها ادوية افكت هاي يخليك تودع زين بعد يقول لك البيديات يجب ان يجب ان يجب ان بسيناريو مثل صيستيق فاربروسي ازارباش يجيلك ايضا ممكن سبق كتليوف بمن بالرئات مالتهم لأنه يوصل لللنج فأني نهائيا ما انطي لا الطفل ولا الام مرضعة ولا الام حامل ولا اودي بي الطفل ايضا حتى لو خلي بس يس البركيت حتى الباكيت مانطهية ماشي من ضمن الادفرس افكت سوي لك هباتو توكسيسيتي او بلد غلوكوز دستيرباس يعني يخربط لك بمستوى الغلوكوز بالدم يقل لك خصوصا الادفرس افكت هذا وين يظهر اللي يخربط بمستوى سكر الدم للناس اللي يستعملون انسولين مرضى سكر طبعا اللي يستعملون اما انسوليني اما حبوب زين فأيضا اجينا بنما انطيهم الفلوروكوينولون يعني من الاخير كباتين الفلوروكوينولون اذا تريد تستخدمه كون الا واحد كل شي ما بي من اقل كل شي ما بي يعني كل شي ما بي حرفين كل شي ما بي لا كلاته لا سكر لا ضغوط لا اي شي لا صغير ماكو كون يجيك بيشنت مثالي واحد على واحد يلا تستعملوا يا فلوروكوينولون ماش لانذن ادوية كلش قويات زين اخر ادفرس افكت اللي هو يسبب لك يعني قبل الاخير عذرا اللي هو اللي هو نفي السالفة شنو نفي السالفة الماكرولايد ايضا ايضا تخطيط القلب زين يكون بهالشكل زين هذا البي ويف وهي هنا شنو الكيو والار والاس هاي الكيو ويف والار والاس تي هاي الكيو ارس كوم هاي قراءة من القلب لازم نشقد يعني المسافة ما تتقريبا يعني من تشوف بالواقع ما التخطيط القلب كومة تتعدى 450 ميلي سكن زين اذا اتعدت هالنسبة فاذا شنو جاي يتأثير على القلب فمباشرة اي بايشنت يصيب عدة كو ار تي او كو تي عذرا interval prolongation يعني هاي المسافة من الكو ويف للتي ويف هاي تزداد عن 450 ميلي سكن زين مباشرة نخلي اكتع الدوليش لان اذا استمر ممكن صر عدة اريثمية او عدم انتظام ضربات القلب ماشي اللي هو من اخطر الادو الموجودة بها النوع الادوية طبعا هذين طبعا كل الخو مرتحفظ لن كلهن تحفظ المميزات يعني نفس مثلا التترا ساكل شي سوي لك يخلص نونك صفور ويسوي لك abnormal bone formation ب child او ب children يعني بالاطفال زين عدك الماكرولايت شي سوي لك مثلا يسوي لك كيو تي انترال برولنكيشن يسوي لك كوليستاتي كبتاتيس جوندس مثلا هذين المميزات طبعا الامان يقول لك كيو سوي لك nerve toxicity اللي هو auto toxicity ويسوي لك نفرو toxicity ولي neuromuscular blocker يطاول للي duration مالتين يعني هذين اخوان كل انتبايتك كل عالم من الانتبايتك تحفظ المميز بها الادفوفس افكت المميز يعني هنا شن المميز هنا المميز مثلا تندنايتس هذا اشهر adverse effect الاريثروباثي ايضا مميز الكيوتي interval prolongation ايضا مميز مو تحفظ للي nausea vomiting هذين 3-4 الادويتر يسوي لك nausea vomiting يعني ركز على المهم ثم المهم لان بلا مسيكوتر ما يجيب لك اشياء مش شابهة رح يجيب لك اشياء مميزة مثلا يقول لك يا انتيوبايتك يسوي لك تندنايتس انت حافظ ان الانتيوبايتك الوحيد اللي سوي لك تندنايتس هو الفلوراكوينولون مثلا يجيب لك فات كيس يقول لك الولد يعني مرة حامل زين جابت هذا الطفل ما لات هلو انا رصاصي اللي هو grey baby syndrome اللي grey baby syndrome مثل ما اتفقنا من اللي يسويها اللي كلورون في نيكول زين فهذا هذين adverse effect مميزات زين ما لكم دخل هذا الحش كلها ترى مجرد يعني حش ما المصدر يعني طبعا رح يكتب لك حش هواي انت اخذ المميز ثم المميز واني اصلا مختصر لك كياها كلها بالملخص اللي رح نروح لها زين اخر شي يقل لك سيبروفلوكزازين يعتبر CYP inhibitor ايضا مو بس سيبروفلوكزازين هنه كلهن تقريب يعتبر CYP inhibitor فيأثر ان يصون drug drug interaction وغيرهم من الأدوية مثل الثيوفل اللي انتزان دين وارفارين وإلى آخر ماشي هنا مختصر لك الكابتن المشهورات مكسر ديار نوز هيدك ديزنس هاي شوف تندن رابتشب هذا هذا الوتر اللي ينقطع هذا يسمو وتر أخليص زين أو أخليص تندن هذا ينقطع زين ويلته بهاي المنطقة خصوصا هاي السيبروفلوكزازين أريثمية بسبب الكوتي interval prolongation سيجر لاني عبر للCNS بريفول نيروباثي ليا فوتو توكسيسيتي وغيرها من الأدفرس أفكت وهنا يقل لك يسوي لك شنو يسوي لك CYP خصوصا السيبروفلوكزازين فيأثر لك على ذن الأدوية يزود لك التركيز ما تنبدأ ويسوي توكسيك زين سيقل لك آني هذا كل السلبيات مالاتين زين إيجابيات أين أستخدم آني الإيجابيات سأصبرك علي يقل لك يا أبي الكلينيكال يوسفل أو فلوروكوينولون كالأتي Due to an increasing resistance and boxed warning فلوروكوينولون should be used with caution in select circumstances يقل لك بسبب resistance اللي صار بعض النوع البكترية وبسبب أنه تحذيرات مالاتين جدا عالية وأدوية كلش قوية فلازم نستخدم بحذر وبحالات خاصة أو بظروف خاصة زين they may be considered in patient who do not tolerate other agent for example severe beta lactam allergy or as definitive therapy once susceptibilities are available يقل لك أنا أستعمل إلا بحالات يعني مثلا أكوناس عدوهم severe beta lactam allergy يعني حساسين جدا البنسلين ممكن أيضا الحساسين مع البنسلين تكتلهم لا سامح الله فأضطر أستعملهم من floroquinolone ماشي وغير يعني حالات جدا خاصة يعني مو وين ما كان نستعمل هاي الأدوية السوبر وفلو ازازين وين يستعملوا أكثر شي ضد القرام نكتف أكثر ضد السيدومونوس ايريقنوزا ماشي أيضا يستعمل بحالة اللي هي الإسهال اللي يصير أثناء السفر زي تيفويد فيفر حمى تيفو والأنيثراكس ويعتبر أيضا خيار ثاني بالإصابات اللي تجينا من الأمدومينال زي اللي تكون داخل التجويف البطن أو إصابات الرأة أو الإصابات الجلدية أو التهابات البولية ماشي بما أن السيدومونوس ايريقنوزا جدا غثيثة ومو يقدر لها في لما انت طي سي برو فلوكزازين لازم تزود الجرعة مالتليش لأنها جدا قوية لازم إلا جرعة عالية يلا تكتلها هذا بالنسبة للسبرو نجل الليفو الليفو هم نفس السيبرو نفس السالفة زي هم ضد الجرام نيجاتيف من ضمن هالأيريقنوزا الليفو فلوكزازين هاز انهاز اكتفيت اغانست استافل لكوكوس نيمونيا النيمونيا اللي يصير عن طريق الأفو ستريبتو كوكوس مستافل لكوكوس بعض أنواع ستريبت ستريبتو كوكوس نيمونيا سوي لك نيمونيا زين تقدر تستعملها الليفو فلوكزازين والكميونيتي اكوارد نيمونيا أيضا تقدر تستعملها الليفو فلوكزازين لا وزيدك من الشعربيت يعتبر فرست لاين ثيرابي يعني الخيار الأول بحالة الكميونيتي اكوارد نيمونيا ليش لهذا مرض خطر ماشي و هاي كيف كيف تريد تحفظه ما تحفظه يقلك اللي هو ستريبتو كوكوس مالتوفيليا يعتبر second line agent للتريتمت مالتها زين الموكزفلوكزازين اللي هنجي للقويات أقوشي بهن هذن أيضا ضد البوزيتف والنقاتف ما هكو فرق زين المايكوباكتريام سبيشيز اللي هو يستعمل أيضا بعلاجة تيبي بس هذا second line the drug may be used for community acquired نيمونيا أيضا but not hospital acquired نيمونيا فرق بين community acquired نيمونيا و hospital acquired نيمونيا فرق due to poor coverage of pseudomonos الياي شلين أكثر اللي يقلك هنا أكثر الإصابات مال hospital acquired نيمونيا تكون pseudomonos وهذا مو هلقيت قوي على pseudomonos قوي على غيرها من بكتري بس السيدومونوس يجيبها بس مو هلقيت قوي عليها مثل السوبرو فلوكزازين it may be considered for mild to moderate intra-abdominal infection اللي هي l-infection تكون GIT زين وغيرها من l-infection أنا مختصر لك بالملخص مالتنا جم الفلوكزازين أيضا للكميونيتي acquired نيمونيا وموجود بس ك oral يعني يعني oral formulation اللي هي كابسولات آخر شي اللي هو الديلة فلوكزازين has improved activity against positive coca including ميرزة الديلة فلوكزازين جدا قوي ضد الميرزة والانتيرو كوكوس زين واعتقد أيضا ال-VRE من ضمنها due to its spectrum of activity وغيرها من l-infection أنا سأدم ملخص أختصر لك هاي الدو خدا واخدتكم بيها كول وهذا حج المصدر كل اختصر بملخص مالتي ماشي سأنا بحلي الملخص ونشوف مكتوب به أسه نجي نلخص هذا الحج الحج عينها كله والهو بالملخص هذا الوسطور اللي سويت لكم ومثل حالة باقي الantibiotic قلنا نأخذ chemistry mechanism الانزم refraction pharma cocaenetic spectrum therapeutic use and adverse effect كميستري قلنا الكميستري هاي عدكم هاي كل يعني الفلوروكوين الون يكونوا نهيت هاي ال structure مالاتهم يبقى الاختلافات وين طبعا هنو كنن بين الفلور عدد نال ديكسك أسيد لي شوان بين الوحيد اللي مو فلوكزاسين فالوحيد اللي ما بفلور وما يستعمل أصلا زين بقى الاجيال اللي يجات وراء انه يغيرون بهاي الارات يمكن بال R2 R3 R1 R5 يغيرون هنا بهاي الاماكن يضيفون ويحطون ويجيبون ازين يطلع نفجي جيد يفيد نا بالفهم cocaenetic يزود الاكتيفتي يجيب بكتريا كثار يعني هاي الكميستري بشكل عام نجي للعائلة مالتهم طبعا هنه هواية كل شو هواية هنه بس اللي مثل ما يقولون اللي حاطيكم اياهن بالمصدر هنه بس هذن السبعة فاني ما رح انطيكم اكثر من عدهن ممكن اقول هن اكثر من عدهن بس ما رح اكتب لكم اياهن ماشي بقى بعد تشتارك الشخص ورا ما تكمل يعني ظل تبحث وتشوف عموما قلنا انه اول شي نالدكسي اسيد عذرا اللي هو البروتو تايب مالت اللي هو اول واحد كتشرف بين هو نفس الستراكتر هذا بس شنو ما بي فلور بس هاي الفكرة زين يعتبر ياجي هو كيد اجي للا اول زين اللي وراهن اللجال اللي اجهن وراهن كل هن بيهن فلور بالستراكتر كل الستراكتر ما لاتين اجي بيه فلور يعني ماشي زين نيجي السبر وفلوكزازين والأوف لغزازين اللي هو جنريشن 2 يعني جيل ثاني ماشي اللي هو جنريشن ثمية طبعا بالمناسب الجيل الثاني ايضا بيه نور وفلوكزازين وفلوكزازين هواي 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 يعني ماشي بس اللي مذاكر لكم بس هذين الثانين اللي فلوكزازين والسبرا فلوكزازين شنين جنريشن 2 يعني جيل ثاني ليفو فلوكزازين جنريشن ثري وبعد اكو بالجنريشن ثري اسم سبار فلوكزازين اذا ما خانتني الذاكرة هم جنريشن ثري هسا الموجود هنا بس الليفو الموكزي والجيمي والديلا فلوكزازين كل هن جنريشن 4 وبعد اكو هواي غير هن تروفا فلوكزازين قتي فلوكزازين هواي زين بس المشورات هن هذن اذاكري لكم بالمصدر ماشي تجي انا بدأ نوه على فت شغل نسيت نوه عليها اكو دوة اسمه فلو كلو كزازين هاذ مو اذا اجاك تقلي هاذا فلو ركو هاذا بنسلين هاذا منو عالة البنسلين الانت ستاف الانت ستاف بنسلين مو قلنا بين مثل اللين وال كلو كزازين وال داي كزازين زين هاذا بنسلين زين اسمه تحسه يشبه هاذ بس هن هاذا الوحيد اللي اسمه يشبه زين باي الفلو كزازين قبل فلو كزازين ما كو فلو كزازين هذا كزازين زيادة فلا تخفض ماشي هاذا هاذا قلنا شون اتميز به وكيد يعني واضحات الفلور ركوين كلهن بين فلو كزازين بالاخير ماشي هاي الجنريشنات كلهن ميكان ما فاكش قلنا انه انه هاي الادوية فيعتبر بكتريوسايدل وكيد قلنا انه دوس ديبندنت يعني كلما تزود الجرعة كلما الافكت مالت رح يكون عالي بس وكل الحالة تعتبر بكتريوسايدل حتى له جرعة قليلة زين وها في بوست انتوبايتك افكت لان الفولوم اف ديستربيوشن مالت وكليش عالي فام كوكاين تقلنا الابزورشن مالت جدا عالي من 90 99 بالمية وكيد متوفر كاايفي متوفر كاايفي كاايفي متوفر عدرا مزيان طبعا تحياتنا ريان مدريدة انا احب اوجه تحية لنا للعريق 121 سنة من العطاء والعظمة وال عموما الابزورشن قلنا مشكلة الاخي الابزورشن قلنا 90 99 بالمية عن طريق الأورال في موجود يعني كأورال فورميلايشن بالصيدليات وايضا كموجود ايفي يعني بالمستشفيات وغيرها فود كيلات شوف يعني ذات الطوية الفود هنحط لك اكس يعني ذات الطوية الأكل رح يسوي كيلات كومبلكسيشن نفسها في التترا ساكلين سوف هذا المعقد يقل الابزورشن زين ديستوريبيوشن مالت بلاسنتة يعني الحبل السري فإذا هو تيرات وجينك ليش تيرات وجينك بلاد ففيد قلنا انه يسوي قطع بالوتر ما الأخليس هذا اللي بالرجل بالإضافة يسوي اريثرو باث ليش نتركز بالغضاري فأكثر شي يتركز بالغضاري فيأذر الطفل ماشي في احتمال الغضاري فما تنمو احتمال ينولد أصامعيز الماكروفاج والبوليمورف واليوكليور يجن ياخذن هذا الدول ويودن المكان للتهاب مثل التكسي الميتابولزم يتعبر الفيز وان فيز تو بس التمو مو يمك هاي بس قول ال اكسكريشين كلهن عن طريق اللي بينا بنسبة 90% طبعا عدد الموكزف لوكزاسين أكثر شي يطلع عن طريق GIT يعني هذا ننطيل للناس اللي عدهم خلل بالكلة أو كلاتهم تعبانة ماشي زين الاسبكترم سويت لك ملخص واحد على واحد بالاسبكترم حطيت لك كل الاسبكترم ما التشنو الاسبكترم الاول اللي هو نالديكسك اسيد اللي هو يجيب بس النغاتف عدد السيدومونس ارغنوزا يعني شاو مو نغاتف مو كلهن زين فبعد ما حد يستعمله السيكن جنريشن يجيب كل النغاتف من ضمنها السيدومونس ارغنوزا وقليل بوزيتف يعني بس الاسبكترم وشاو مو واحدة من الاسبكترم همو كلهن من الادبكل يجيب بس الكلاميديا اللي هي كاوم لج المايكوبلازما ما يجيب بس الكلاميديا والليجيون من هو السيكن جنريشن اللي هو السيبروفلوكزاسين والأوفلوكزاسين زين الثرد جنريشن اللي هو الليفوفلوكزاسين زين يجيب كل النغاتف من ضمنها السيدومونس ارغنوزا وكل البوزيتف عدى المرزة المرزة ما يجيبها وكل الاتيبيكال يعني كال مايك بيعاب سداني كل هنه يجيب ماشي الفورث جنريشن جيل الرابع الموكز فلوكزاسين جيم الفلوكزاسين ودي لها فلوكزاسين كل النغاتف من ضمنها الارغنوزا كل البوزيتف من ضمنها المرزة عمدين كلش قويات كل الاتيبيكال وكل الانايروب يعني شكو انايروبك يعني سبيشيز شكو بكترية لا هوائية أو شكو مايكروب لا هوائي يقدر يجيبها ماشي هذنه بالنسبة للسبكترم كل واحد يعني مثل ما تشوف خليتلك ياقبالك وأيضا وحديزلكم وياه قناة الملفات اللي بابت مالت عنود لحد يسألني بعد اللي بابت موجود بالدسكريبشن قناة الملفات ننزل بها الملخصات وملفات المحاضرة المؤشرة ماشي وهنا ايضا بالسبكترم حطيت لك هذا السبكترم اعتبر هذا نيجاتف هذا لهنانا كله نيجاتف كل ما يجي لهنانا يجي يروح باتجاه البوزيتف اكثر وهذا بوزيتف ماشي ومنا انا اكو تيبيكال واكو انا يروبك انا النقاتف الوفلوكزازين والسبب الوفلوكزازين شوف يجيب كل النقاتف وشوية بوزيتف وشوية اتيبيكال شوف انا حاطلك بس الان مالت هاي على صوب التيبيكال انا متعرف انه ما يجيب كل التيبيكال بس وكل الاتيبيكال البوزيتف طبعا عدد المرزة الموكزف لوكزازين شكو شبالك يجيب الموكزف لوكزازين وجماعت اللي هو الجيل الرابع زين فهذا هماتين كتلخيص عن يفيدك الثيراب بيوتو كيوز وان نقدر نستعمل هنا يعني كطبيا شكو انفكشن تكون قرام بوزيتف او قرام نيكاتف بكتريا زين شكو انفكشن تكون اتيبيكال اذا صار عندنا انفكشن بالعظام والغضاريف انفكشن بالعظام فقط زين منانجايتس اللي هو التهاب السحاية اعتقد اسمه اي التهاب السحاية اليوتي اي اكثر واحد يستخدم باليوتي اللي هي يورن رتراكت انفكشن اللي هو السبروف لوكزاسين الارتي التهابات الجهاز التنافسي اللي هو الرسپايرات رتراكت انفكشن يستعملوا لليفو لوكزاسين بس اذا المريض كلا تتعبان استعمل لاموكز لوكزاسين زين هنه اثنين يستعمل اكثر شي لل RTI ماشي هاي الالتهابية نفس اللي موجودات لخاصة يعني يثبت عمل هذا الانزيم فاي دوة ثاني يعتمد بالميتابولوزم على هذا الانزيم لازم شنو ما تنطي الفلوراكوينولون والافضل انت لا تطيب الفلوراكوينولون ويا اي دوة الافضل يعني حاول يعني قدر الامكان واذا تريد تنطي فحاول يا ما تطيب جرعة قليلة اذا ويا دوة ثاني يا اما انه تسوى كفة فارغ زمني ما بين هذا الدوة والدوة ذاك الثاني اللي يعتمد بالميتابولوزم عالية ماشي ثاني شي اريثروباثي زي ان الالتهاب او يعني فالمشكلة بالغضاريف والمفاصل زين تندنايتس التهاب بالوتر اللي انه يسوي قطع للأوتار خصصا ووتر اخليصي اللي قلت لك عليا هاي الظهر اكتب شي يصب بالسبرو فلوكزاسين زين لذلك قلت لك الرياضين أبد ما ينطوهم اي شي من الفلوراكوينولون سيجرز ليش لان من يطب للسي ان اس سيسوينا انهيبشن للقابا ريسابتر قابا قلنو نورو ترانزميتر الى قابا ريسابتر هذا القابا يقلل لنا فعالية السي ان اس اذا قاني الفلوراكوينولون اسد الى بسبترات مالته فالقابا بعد ما يشتغل فالسي ان اس يعني مثل ما يقولون يشعلل واذا يشعلل تصبع نرباط سرعة زيان والشغلة الاخيرة انه يسوينا قيوتي interval prolongation يعني يزود هاي المسافة مال اللي بتخطط القلب شرحتها لكم وبعدك هو اللي هي نوزية vomiting من هالامور headache صداء dizzness يعني ديارية بس هذا النايل اكثر شي مهمات والمميزات لهنا خلصنا الفلوراكوينولون اللي هو اكثر يعني واحد مطول بهاي الملزمة سنجي لل الفوليت antagonist او الانتفوليت